بيتنا بحي البستان بعنيلي الأمان بعنيلي كل شيء بحياتي بعنيلي حلمي أنا حلمته بعنيلي مستقبلي للأسف اليهود بدها تهدوا عساني يصير حدائق طوراتية لأولادهم بالوقت اللي يشاردوا أولادي فيه من البيت للسارع يعني الأمان رح أفتقده كل شيء رح أفتقده بحياتي أنا وعائلتي ونصف بالسارع بسبب سلطات الاحتلال الإسرائيلية من هكهد بيتي ما تصور بالهم حدائق طوراتية هديت غرفة فوق غصبا عني اللي هي غرفة أولاده مع الحمام وبدل ما يدفعوني سبعين ألف شيكل فأنا بيتي هون صغير بس أنا عايشة فيه ومبسوطة لا يحق لهم لأنه أنا صاحبة حق وصاحبة هذا البيت فإلي الشرعية في هذا البيت وأنا اللي لازم أسكنه مشغيرة ترجمة نانسي قنقر